اهلا بكم من جديد النهاردة هنشتغل على حاجة جميلة جدا هي التريملو او الفرداش عازفين الانون بيسموه الفرداش اللي هو الصوت المتصل قالت الانون مشهورة ان هي قالت نبر صوت زي النقر او النبر انها نغمة واحدة بتبقى استكادته شوية فلما بنحتاج نقول جملة صوتها متصل شوية لازم نستخدم لها الفرداش الفرداش ده بيكون شبه التبديل شوية ولكن على نغمة واحدة يعني افضل اقول مثلا عاوز اعمل دو متصلة عازف الكمانجا بيعزفها بالقوس بسهولة وعازف النايب ينفق بصوت متصل حتى كمان في الكيبورد وكده ممكن يعزف الصوت ويفضل حطت صابعه والصوت ممتد طول ما هو حطت صوابعه في بعض الاصوات غير البيانو غير الانون ان هو بيعزف النغمة ومهما يكون امتدادها ما بيكونش لانه كمان بيفضل يقل شوية بشوية ده الرنة بتاعت النغمة فدلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنفضل نعزف كل شوية وبصوت قريب من بعضه لدرجة ان احنا نحس ان الصوت متصل بالشكل ده وهنعمله تفطيفي مثلا نقول ان احنا نعزف اربعة تفطيفي بالشكل ده دول اربعة تفطيفي دايما بنبدأ بالايد اليمين دايما بنبدأ بالايد اليمين دايما البدايات في الموسيقى في الغالب بتكون البداية اللي فيها للضغط القوي ده الطبيعي ده انما ممكن يكون في بعض الحالات غير كده البداية الطبيعية زي ما قلنا هي بداية الضغط القوي فلازم نبدأ بايدنا اليمين فهناعمل الاربعة تفاصيفة على كل نغمة بالشكل ده ونخلص الاربعة اخرهم هتبقى الدوب الشمال هننزل على الري باليمين نخلص الاربعة اخر نغمة هتبقى بالشمال على نفس النغمة اللي هي الري هروح نزل بعد كده على المي باليمين وافضل خلص لغاية وهكذا بالشكل ده وطبعا السرعة متدرجة مش هجري في كل تمرين ولكن انا ببين بس نمازج من السرعات هنقول السرعة الاولنية البطيقة ونطلع لغاية فوق وننزل وبعدين نسرع شوية بشوية على قد ما نقدر الصابع دي سبتة دي اهم ملحوظة عايزين نقولها والصابع التاني مرفوع الفوق ومشيين بالتبادل مع بعض ده بالنسبة للفرداش هنعمل كمان حركة من اشارات او من حركات الزخرفة هنقول الدوب اليمين والري بالشمال كده دو ري بعدين سي بعدين دو يعني هنخلد الدو هتنزل سلم موسيقي ولكن بعدما تقول النغمة الشمال تقول النغمة اللي فوقها اليمين تنزل تقول النغمة الشمال تقول النغمة اللي فوقها بالشكل ده يعني دو ري سي دو شمال لا يمين سي شمال سول يمين لا شمال بالشكل ده كده لغاية الدوب اليمين كافي جدا ونقف وهو التمرين نزول بس يعني دايما نعمل كده وابدع مرة تانية من فوق بسرعات متدرجة من البطء الى الاسرع كل ما نتمكن من التمرين كواس جدا قربنا نشتغل على مقطوعة موسيقية جديدة او على اغنية انا اخترت اكتر من حاجة هنشتغل عليهم في المستوى الاول ولكن ممكن نبدأ بفيروز صوت السماء ان شاء الله من الدرس اللي جاي هنبدأ نتكلم عن اغنية نسم علينا الهواء وهتكون اول عمل فني نقدمه على قلة القانون وبعد كده بعد ما نخلصه هناخد مرة تانية وناخد عمل تاني اصعب شوية في الاداة وبعدين وناخد عمل تاني وناخد عمل اصعب وهكذا وهنمشي مع بعض لغاية ما نكون عازفين القانون مهمين جدا بإذن الله شكرا على خير الدرس اللي جاي